لأجل الأطفال العاملين خصص العالم يوما للتضامن معهم لكن هل يعفيهم هذا الأمر عن العمل ولو ليوم واحد في السنة عمالة الأطفال ظاهرة منتشرة بشكل كبير في اليمن تتزايد هذه الظاهرة عاما بعد عام بسبب الحروب والصراعات الدائمة في البلاد ألاف الأطفال ينتشرون في الأرصفة وجولات المرور والشوارع العامة يبيعون سلعا أرباحها لا تتجاوز الدولارين يوميا ليست الجولات والشوارع وحدها الأماكن التي يقصدها الأطفال من أجل العمل فهناك من يجبر على العمل في أماكن تكلفه جهدا أكبر من طاقته بكثير وبين تفاوت المهن التي ينخرط فيها الأطفال هنا وتفاوت الأعمار من سن السابعة إلى الخامسة عشرة يبقى السبب الأهم وراء هذه الظاهرة واحدا وهو الفقر منظمة العمل الدولية كانت قد دشنت اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال في عام 2002 لتركيز الاهتمام على مدى انتشار هذه الظاهرة والعمل على بذل الجهود اللازمة للقضاء عليها إلا أنها تعود بعد عقد ونصف من ذلك لتقول إن عدد الأطفال الذين يعملون في اليمن قد وصل إلى قرابة مليون وثمانمائة ألف طفل يبقى الأطفال هنا ضحايا في كل الحالات فإن نجوا من الحرب فلن ينجوا من الشقاء إذ إن العمالة ليست المشكلة الوحيدة التي يواجهونها فالتجنيد والتهريب والمتاجرة بالأعضاء والحرمان من التعليم أنياب تكبر يوما بعد يوم لتنهش في جسد الطفولة دون أي رادع اشتركوا في القناة